بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت 11 الكلام ده معناه ان احنا عايزين نعين الاماكن اللي فيها ماكسيموم شير علشان نعمل ديزاين وده المكان اللي احنا عايزين نشوفه مثلا على سبيل المثال ده مكان فيه ماكسيموم شير المكان ده فيه ماكسيموم شير فاحنا بنقول ان المسافة ديت بتبقى في حدود الدي من الجميع الجهات في حالة زي الكونتينواز بيم الموجود عندنا يبقى احنا بنعين الفي يو اللي هو الشير فورس عند الكريتكال سيكشن ومنه نبدأ نعمل خطوات حساب اللي ستيربز طب عندنا كيسز مختلفة هيت كل كيس بتقولك فين الكريتكال سيكشن اللي انت هتشتغل عليه وتبدأ تحسب الفي يو الحالة الاولانية بنتكلم على بيم لودد اون تنشن فلانج سامحنا شايفين اللي فلانج هتحت هيت فين الكريتكال سيكشن اهو عند الفيس بتاع الصبورس طيب بيم كولم جوينت ادي الكولم ودي الكاميرا فين الكريتكال سيكشن اللي كريتكال سيكشن بيبعد عن الفيس بتاع الكولم مسافة دي من الجهة الحالة c لو انا عندي بيم سابور تتباع شير فين الكريتكال سيكشن بيبعد مسافة دي من الجهتين طيب لو انا عندي بيم سابور تباع تنشان فورس زي الكيس اللي احنا شايفينها ادي تنشان فورس موجودة فين الكريتكال سيكشن at the face طيب الحالة الأخيرة اللي هي الbeam with concentrated load close to support هادي فيه concentrated load وريب من الsupport فين الكريتكال سيكشن بنقول بيبعد مسافة دي من الفيس بتاع الsupport عايزينكو الطباء المعادلات بتاعة حسابات على الاجزامبل عندنا cross section أبعده 15 في 30 التسليح عندك 6 number 9 استخدم styrobs عندك number 3 or number 4 دي اللوتس اللي هتشتغل عليها وخواص المواد ده وده بالنسبة لل styrobs بتساوي 40 ksr عايزيني نطبع الكلام دوت على الbeam اللي عندنا اللي هي عليها سبان 35 feet ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر